السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهار دا نتكلم على الوظائف للعملين في مجال البيم ده حسب الكود بي اس 1290 جزء الثاني للصدر في 2013 ده الجزء من الكود البريطاني بالله احنا عندنا المالك بيبقى معاه امبلوير ريبرزينتيف وتكنيكال ادفايزور والناحية التانية اللي هو اللي بيعمل الموديل بينهم العقد بيبقى عندنا في information management وcoorderation management والتنين تحتهم design lead وبينلاقي ان اللي بيعمل الموديل بيبقى عندنا task team manager بيم اسوريس وتحتهم task information manager ده الوظائف وتعلينا نتعرف على كل واحد فيهم ايه اللي مطلوب منه واقوية الحاجة اللي هو بيعملها هنلاقي عندنا ان المدير معلومات المشروع اللي هو project information manager ده بيعمل ادارة لعمليات واجراءات المشروع اللي تبادلوا معلومات وبيبدأ في تنفيذ خطة معلومات المشروع وخطة معلومات الاصول اللي هي project information plan and asset information plan ويعمل مساعدة في اعداد مخرجات المشروع يعني على سبيل المثال بيحدد data drop هتبقى امتى وبينفذ protocol BIM بما في ذلك تحديث الجدول الانتاج والتسليم الموديل production and delivery طيب المثل المالك اللي هو employee representative ده بيعمل تحديد لنقاط القرار الرئاسية تحديد صيغة الاسئلة اللي بتسئل لصابلات شين عشان نتأكد ان هو عمل مطلوب منه او هيعمل مطلوب منه اللي هو احنا لسا ما ممندرش العقل بيعمل تنفيذ لبرتكات المعلومات بياخد النموذج المعلومات سواء يقباله او يرفضه بعد كده عنده ده من دام الوظائف المصامب الرئيسي اللي هوات زين ده بيعمل تطوير الخط تنفيذ اللي هي البيم اكسيشن بلان بيعمل تعيين الفريق اللي عمل وتقييمه بيحدد مستوى التفاصيل اللي اللي هو دي بيحدد حجم الاستراتيجية تفويض نموذج معلومات المشروع بعد كده بلنا عندنا مدير تسليم المشروع بروجيكت الفريمانشر ده مسؤوليته انه يعملت خط تسليم المعلومات الرئاسية مستوى التفاصيل وهو وصلت اتصال بين فرق العمل بيأكد على تسليم نموذج المعلومات بيضمن ان فريق العمل عنده قدرة على تقديم المطلوب منه بيقلل ويحدد ويخفف المخاطر التسليم بعد كده ندخل على مدير معلومات المشروع البروجيكت الفريمانشر ده بيرفع التقرير لمدير تسليم المشروع بيعمل شكل معايير المشاريع والاساليب والاجراءات بيضمن الامتسال لنموذج المعلومات ضمن فريق العمل لديك قدرة على التسليم في الوقت المطلوب بعد كده عندي مدير فريق العمل ده بيرفع التقرير للمصمم الرئيسي بيضمن ان التسليم تبقى لخطة تسليم المعلومات Task Information Delivery Plan بعد كده عندي مدير معلومات Task Information Manager ده بيرفع التقرير لإدارة معلومات المشروع ومدير التصميم الرئيسي وده نقطة الإصال لإدارة المعلومات ويعمل تشيك وتأكد ان احنا ملتزمين بالمعايير والاساليب والاجراءات ومسؤول عن التعليم والتدريب وبعد كده عندنا مدخل للمعلومات ده انتاج وصيانة المعلومات والنمازج والمحتوى تنسيك المعلومات بيكتشف المشاكل الموجودة عشان التسليم بيبعث المشاكل لمدير الانترفيس مانجر الانترفيس مانجر بيعمل حل المسائل التنسيق وبيعمل التنسيق مع الناس في الأقسام الأخرى ولو في مشكلة بيش قادر يحلها بيطلحها للمسادم الرئيسي ده أهم الوظائف في الكود BS192 الجزء الثاني